اشتركوا في القناة صحيح امتى تعرفي ان حضرتك في علاقة سليمة وصحيحة نمرة واحد لما كوني عارفة تتكلمي معايا لما تكونوا بتعرفوا تتكلموا مع بعض لما يكون في لغة حوار من غير ما حضرتك تسحبي ناعم يعني ايه؟ يعني النهاردة حضرتك عايزة تعباري عن مشاعرك بشكل ما بطريقة ما متضايقة منه عمل حركة عمل بص الواحدة بصة مع جابيكيش واحدة عمنا له كومنت او حاجة على الفيسبوك لقيت فيه حاجة معينة مش عقباكي في العلاقة ما بقاش فيه حاجة موقفاكي عن الكلام تقدري تتكلمي الشكل اللي انت عايزة ترى ما شكل مؤدب بالطريقة اللي انت عايزة في التوقيت اللي انت عايزة وتعبري عن مشاعرك حضرتك لو عرفتي تعميه ده او حضرتك لو بتعميه ده دلوقتي حالا وانت سمعاني اذا حضرتك في علاقة صحية لكن لو حضرتك بتقولي حاجة لها ترى تربعة ايام خايفة تتكلمي معايا لا يسيبك عندك مشكلة بتنقي الكلام اللي تقدري تعرضيه على سيادته علشان سيادته ما يزعلش منك فيقفش عليكي فيبعد فيمشي في حضرتك في علاقة غير صحية لكن لو عرفت تكلمي برحتك برحتك من غير ما تبقي خايفة او قلقانة من رد فعله اعرفي ان حضرتك في علاقة صحية اتنين واثق فيكي متطمن وعارف كويس اوي خطواتك وعارف انت مين وبتعملي ايه متأكد من تربيتك كويس جدا الغيرة مطلوبة الغيرة اجابية مطلوبة وإلا ما بقاش في حب لو في حب ببقى في غيرة وغيرة اجابية لو في غيرة وفي حب اعرفي ان حضرتك في علاقة صحية اما لو حضرتك بيشك فيكي وبيدور وراكي وبيسأل وراكي ويشوفوا كنت عند فلانة ولا عند علانة ولا حتى كلامك مشكوك فيه فيبتدي يكلم البني قدمين اللي حضرتك بتتكلمي عليهم او اللي بتقول ان حضرتك عندهم عشان يتأكد ان حضرتك كنت موجودة هناك ولا اقا اذا حضرتك في علاقة غير صحية لكن لو بيسمعك وبيقولك بالمسج انتي فين يا حبيبتي فانتي بتقولي انا عند نوها صحبتي انتي فين يا حبيبتي فانا لسه رجع من الشغل انا دخلت انا طلعت من غير ما يتكلم ويسكت عشان يسمع صوت الناس اللي حواليكي دي علاقة صحية والغيرة الايجابية مطلوبة طول الوقت بيسموها الغيرة الحلوة لو جيتي في يوم وغلدتي لو جيتي في يوم وغلدتي في العمتن عملتي حاجة دايقته قلتي حاجة زعلته كنتم متفقين على حاجة وكسرت القعدة لما حضرتك تغلطي ويبقى الانسان او البني ادم اللي معاك بيحتويكي عارف يحتويكي كويس قوي حضرتك في علاقة صحية من غير تلكيك من غير ما يقفلك عالكلمة من غير ما يعيد وراكي الكلام عشان يسمعك انك قد ايه قلتي كلام غلط او ان الكلام مش جاي على هواه حضرتك في علاقة صحية ويقبلك او يقبل تصرفك على اساس انك بني ادم غلطي وحتتعلمي من غلطك او من خطأك ومش حقراريه تاني ويكبر دماغه وما يحطوش عنده في الزاكرة عشان يجي يزلك به بعد سنة او اتنين او تلاتة ويفكرك اصن انت لما عملتي فيه مش عارف ايه عملتي فيكي مش عارف ايه عشان كده انت مش عارف اه لو الراجل ده اربعة اربعة مش بيحاول يغيرك مش بيحاول يغيرك لا بيقولك روح يعملي عملية تجميل علشان تاجبيني فتجوزك ولا بيقولك روح يلعبي عقل عشان تتولي عشان انا ما بتجوز بنات قصيرة يا تشيلي اللانسز يا تحطي اللانسز يا تتحجبي يا تقلقي الحجاب يا توطي صوتك وانت بتتكلمي عشان انا مليش فيه ستاتا اللي صوتها عائلي فيه ستات صوته ودي لو هو مش عايز يغيرك ولو متقبلك سي منسي ولو حابب تفاصيلك ووحشك قبل حلوك ومتقبل عيوبك لأن البني آدم اللي بيحب واحدة ستة أو بيحب واحدة بنت بيحب عيوبها بيتقبل عيوبها وبيدور على مميزاتها أو حسناتها علشان يطبطب على نفسه بيها لما يكون مددايق من تصرف أو من طريقة أو من خصلة أو من تباع عند حضرتك لو حضرتك عمعاك الراجل اللي بيحب عيوبك ومتقبلك زي منتي ومش عايز يغيرك حضرتك في علاقة صحية وبنس خمسة مش بيفضل يمسكلك عالكلمة ويتلاككلك ويعيد ويزيد في نفس الكلام اللي حضرتك بتكلميه وتندمي على اليوم اللي عرفتي تفتحي بقك من هنا الهنا علشان تقولي له بيم هجوم طول الوقت ما بيغلطش طول الوقت هو طول الوقت فاهم عنك ده تركنيه على جنب لكن البني آدم اللي بيعترف بخطأه ويقولك أيوة أنا غلطان وأنا آسف وحاقك علي وشوفي إيه اللي يرزيكي وأنا أعمله لك البني آدم اللي بيعمل مع نفسه وقفة بني آدم اللي بيعديلك الكلام أو يتغضى عنه أو يعمل نفسه أنه هو مش سمه عشان ما تقلبش خناءة أو قطيعة أو سيبانة حضرتك في علاقة صحية أخيرا الناس اللي حواليك الناس اللي حواليك دول نظرتهم بتبقى صاقبة بنسبة 90% فلو لقيت مامتك بتقولك قلبي تسرح له قلبي تفتح له كميل طيب بشكله كده ولد عنده أخلاق واتبعه كويسة اعرفي أن هذيك في علاقة صحية لما تلاقي باباكي بيقولك نظرتي في الراجل ده أنه راجل محترم جدا الراجل ده قدر مسؤولية الراجل ده حيعرف في صونك الراجل ده حيفتح بيت اعرفي أن أنت علاقة صحية أو في علاقة صحية لما تلاقي صاحباتك ما عندهمش علامات استفهام عليه لما تلاقي صاحباتك ما بيقولكيش احنا شفناه في الحتة الفلنية مع البنت الفلنية لما يقولك أنه هو مخلص لك لما يقولك أنه حاسين أنه هو حيتقي ربنا فيكي هيعملك بما يرضي الله لما تلاقي أنه كل الناس اللي حواليكي مجمعين أنه قدقيه راجل نفعلك يبقى حضرتك في علاقة صحية لما امك بقى تقولك انا قلبي مقبوط من الودة والودة كده شكله عليه غضب الله لا 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 مش مستريحه له من غير ما تبقى عارفة حاجة ولا عندها دليل لما تلاقي باباكي بيقولك لا 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 ده شكله عيل مش عارف ايه مش هيعرف يفتح بيت لما تلاقي صاحبتك بتقولك ده لعبي او ما بيحبكيش او مش هيكمل معاكي اعرف ان احضرتك في علاقة غير صحية ولكن النهار ده احنا بنتكلم على العلاقات الصحية وعلى الحاجات الحلوة لو حضرتك توفر فيه الشخص اللي بتحبيه او خطيبك او جوزك كل الحاجات اللي احنا قلناها دوقتي يبقى حضرتك في علاقة صحية حاجة الاخيرة كمان وهي حاجة مهمة انك تبقي حسة ان انت متطمنة انك تبقي حسة ان انت عايشة مش هيتغضر بيكي مهما حصل مش هتتسابي مهما حصل مش هيتضحى بيكي مهما حصل اعرف ان انت في علاقة صحية وحشتيني قد الدنيا قد العالم يا رب يكون الكلام ده مفيد يا رب كلكم تبقوا في علاقات صحية علاقات مزبوطة علاقات صحيحة العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها في كتابه الكريم الجواز وشهدت يا عزيزات وبرناتي على الحبيبات بوصل قد كده اتنمج عليكم من هي وبوصل